أبراك مرفوعا رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وظحفه أجمعين المسلم على المسلم حرام دمه وماله وأرضه فلا يجوز لمسلم أن يشفك دم أخيه المسلم لقتل فما دونه كما لا يجوز له أن يعتدي على ماله ولو كان شيئا يسيرا ولو كان كظيبا من أراث إذن والمال والعرض والدم لا يجوز لأحد أن يستحلها بدون مصوق شرعي فإذا وقع عبد من المسلمين في عرض أخيه أو ظلمه في ماله أو في ذمه ثم جاء إليه ليستحله منه فلب منه المسامحة وإن كان له مال عرض عليه المال فإذا أباحه وسامحه فقد أسقط حقه وخفص الله عن الظالم قبل أن يؤخذ بما جنى من أخذ مال أو انتهاك عرض أو سفك دم لأن هذه من المظالم العظيمة وفي الحديث الآخر بين النبي صلى الله عليه وسلم سطر انتهاك عرض المسلم فقال أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله أعلم قال يا ذكر كأصاك بما يكره قيل رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد يغتبت وإن لم يكن فيه ما تفول فقد بهدت والاستحلال من المظالم في الدنيا فيه فشحة ورحمة بالظالم أما إذا لم يتعس يطلب الاستحلال من المظلوم ووافى يوم القيامة فإن الجزاء بالحسنات والسيئات يأخذ من حسنات الظالم فيعطى المظلوم بكذر مظلمته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه فطرح في النار كما ثبت لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وتعلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وهذا الحديث فيه ترغيب وترخيم ترغيب في بذر الجهد في بر الوالد ومترخو الوالد كما في الحديث الآخر الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس بصحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أموه فأعطاها ثلاثة ربور وهذا الحديث نص في حق الوالد فرضى الله في رضى لما له من الحق وذلك في حدود الشرع وسخط الله عز وجل في سخط الوالد على بني من ذكور أو إناث إذا خالفوا أمره ووقعوا في عقوقه بلا مسوغ لهم فقد تعرضوا لسخط الله وفاتهم أجر البر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والرحم سجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وهذا الحديث فيه الحث والطرغين على الاتصاف بصفة الرحمة فيرحم الإنسان يرحم الإنسان أخاه المسلم يرحمه إن أسى إليه عفى عنه وإن احتاج إليه واساه وإن مرض عاده وإن ما تتبع جنازته رحمة من الله تبارك وتعالى أو دعها في قلبي المؤمن وجزاؤه ما قال النبي صلى الله عليه وتنم الراحمون لغيرهم يرحمهم الرحمن جزاء يفاض والأكس بالعكس أن الذي لا يرحم لا يرحم وحتى البهائن وغيرها من الحيوانات من كانت تحت يده وجب عليه أن يرحمها بري ريها وعلفها واستعمالها فيما قلقت له فيجاز على ذلك بالرحمة و كذلك رحمة الرحم بصلتها ومواساتها وما ذلك إلا لوصية الله تبارك وتعالى بها ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالرحم فلابد من الصلة وأما القطيع فحرام يترتب عليها العقوبة العاجلة والعقوبة العاجلة عن أبي هريرة رضي الله عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خاصة والسابعة لم يكن موسى يحبها قال يا رب أي عباتك أتقى قال الذي يذكر ولا ينسى قال فأي عبادك أهدى قال الذي يتبع الهدى قال أي عبادك أحكم قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال فأي عبادك أعلم قال الذي لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه قال فأي عبادك أعز قال فأي عبادك أعز قال الذي إذا قدر غفر قال فأي عبادك أغنى قال الذي يرضى بما يؤتى قال انكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غنى النفس وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه هذا الحديث جليل هذا الحديث جليل لما فيه من الخصال الطيبة والأعمال الصالحة والتوجيهات الحسنة المضية وذلك أنه جاء على طريقة السؤال والجواب فأول مسألة سأل أنها موسى عليه الصلاة والسلام التقوى قال أي عبادك أثقى يعني يتكي الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب له فأجابه هو الذي يذكر ولا ينسى أن يذكر الله تبارك وتعالى ولا ينسى والذاكر لله هو المتكي الذي اتصف بصفة التقوى وسأله عن أحد الناس فقال له هو من اتبع الهدى والهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الفرائض والواجبات والمستحبات والحلال والحرم وغير ذلك من التكاليخ الشرعية وسأله أن أحكم الناس قال الذي يحكم للناس بما يحكم لنفله في جميع الأمور بحيث لا يحكم لنفسه بشيء ويحكم لغيره بشيء آخر فيه نقص أو فيه جور وحيث وسأله عن العالم قال هو الذي لا يشبع من العلم وهذا هو الواقع أن العالم الرباني هو الذي يستمر في تحصيل العلم ولا يرى نقصه بأنه قد استغنى عن تحصيل العلم ولذا قيل من قال إنه عالم وهو جاهل وقال له أي عبادك أعزز من إذا قدر غفر صحيح من طبيعة الناس أن بعضهم يعتدي على بعض إما في ماله أو أرضه أو دمه فمن عتدي عليه وقدر على صاحبه غفر نفوع فعنه ابتغاء مرضات الله فهذا نال العس من الله تبارك وتعالى ويرفعه الله درجات يوم القيامة وفي قوله أي عبادك آغنى فأجابا فأجاب الله تبارك وتعالى كليمه موسى عليه السلام قال الذي يرضى بما يؤتى أي من قنع بما آتاه الله عز وجل من متاع الحياة في الدنيا وضده الفقير فأي عبادك أفقر قال صاحب منبوط ثم قال ليس الغناء عن ظهر يعني ليس الغناء عن عرض المال إنما الغناء من النفس أن تكون النفس قانعة بما آتاه الله تبارك وتعالى ثم ختم الحديث وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه ويرى نفسه بأنه غني ويتصرف تصرف المتقين للآخر والعطاء والتشبب ولا يخرج عن محيط الحق لحياته بعد غناء في نفسه وتقاه في قلبه أن القلب محل التقوى وإذا أراد الله بعبد شرا جعل قطره بين عينيه الجزى من جنس العمل فالذي يحرص وينهد وراء الدنيا ولا يقنع بما آتاه الله عز وجل وربما ارتكب المحار وهو يطرب المال وضيع الغرائض وهو كذلك فهذا وقع في الشر فعقوبته الدنيوية أن يجعل الله فقره بين عينيه والعياد بالله نعم بجل واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه دل الحديث على وجوب احترام المسلم للمسلم فلا يجوز له أن يستحل سبه ولا يجوز له أن يستحل ماله ولا يجوز له أن يستحل دمه لأن المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال بدون إذن من الشر فالسباب معنى شتمه بما يشينه ومن شتم موسيما وسبه وقع إذن بالفسر الفسق الذي لا يخرجه من الإسلام لأنه فسق دون فسق وأما غتال المؤمن المسلم فهو كما قال النبي صلى الله عليه سلم كفر كفر عملي ويسمى كفرا أصغر وهو جريمة منكرة فلا يجوز لمسلم أن يقدم منتخما من مسلم آخر فيقتله وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعدله عذابا أظيما وحرمة ماله كحرمة دمه أي كما أن شفك دمه حرام وكبيرة عظيمة فكذلك أخذ ماله حرام وكبيرة من الكبائر ولو كان كضيبا من أراب الله أعلم معنى خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا معنى المراد هنا المراد به المقت الطويل إذا كان القاتل من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة ولم يستحل قتل أخيه المسلم ما رأى أنه حلال بل رأى بأنه منكر وجريمة ولكن قتله فمآلف إلى الجنة لأنه لا يقلد فيها إلا أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقاد والإلحاد المقرج من الملة وهذا من نطوط الوعيد التي يجب أن يجمع بينها وبين نطوط الوعيد هذه سائلة تسأل تقول والدتي مريضة لا تستطيع الصيام ولا القضاء فماذا تفعل إذا كانت لا تستطيع القضاء لكبر ومرض في حيث لا تطيق الصبر على على عدم الأكل وعدم الشرم فإنها تطعم عن كل يوم مشكينا ولا قبار عليها بشط أن يثبت عجزها شرعا في حين يقرر عليها الأطباء بأنها لا تطيق الصور يقول يستعمل كثير من الشباب والشابات النت الإنترنت في شهر رمضان كثيرا يستعملونه كثيرا في شهر رمضان فما هي نصيحتكم له فيما يستعملون أي كثيرا النصيحة لإخواننا المسلمين والمسلمات أن يقبلوا على قراءة القرآن الكريم مع تفشيره لأن القراءة مع التفشير نافعة ومهمة في حياة المسلم من أجل أن يقرأ كلام الله وهو يفهم معانيه وإذا أراد إذا أراد أن يأخذ فوائد من هذه الوسيلة لأنثرنت كالدروس التي تلقى والمحاضرات والندوات التي يستفاد منها فلا بأس بذلك لأنه أمور نافعة يحتاجها المسلم وأما ما لا فائدة فيه أو ليس فيه إلا ما يسمى بالترفيه فشهر رمضان شهر عبادة وشهر جد واجتهاد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه هو وأطحبه الكرام يجدون واجتهدون في قراءة القرآن والتفق فيه وكثرة الصلاة تهجد ولا ينساق الإنسان وراء متطلبات النفس الأمور بالسوء من الأشياء التي تعرض وفيها ضرر ولا فائدة فيها ولا نفع فيها فذو صلى الله وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين